حذر تقرير معهد إلكانو الملكي في مدريد من تداعيات سباق التسلح بين المغرب والجزائر على المنطقة وجاء في التقرير الجديد إنه في الجوار المغاربي لا يوجد ما يشير إلى تراجع حدة التوتر بين الجزائر والمغرب الذين ظلت علاقاتهما الدبلوماسية مقطوعة منذ غشت 2021 في ظل عداء متفاقم مما دفعهما إلى الشروع في سباق تسلح مما يزيد من خطر وقوع حادث أو التسبب في تصادم واعتبر تقرير المعهد الذي حمل عنوان إسبانيا سنة 2024 آفاق وتحديات أن حصول المزيد من زعزعة الاستقرار في منطقة المغرب العربي من شأنه أن يشكل تحديا سيئا للغاية بالنسبة لإسبانيا والاتحاد الأوروبي وهو ما من شأنه أن يزيد من الهشاشة المتزايدة والانقلابات المتعددة في بلدان الساحل ومن هنا حث التقرير إسبانيا على تفعيل كافة القنوات الممكنة لتجنب السيناريوهات الأكثر سلبية وكذلك الاستعداد لها في حالة حدوثها